ترجمة نانسي قنقر ودعم البلدان المتعرضة للكوارث والأزمات وإنشاء الجوائز والمبادرات التي تخدم الإنسانية القيم الإنسانية الجامعة والعطاء الإنساني اللامحدود وجعل مملكة البحرين قبلة للمبادرات وتشجيع كل ما من شأنه خدمة البشرية والتقريب بين أفرادها هي قيم وأهداف نبيلة حرصة على دعمها صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عبر إرساء المبادرات الإنسانية والتشجيع عليها للمساهمة في ارتقاء المجتمعات ويعتبر العمل الخيري والإنساني هو توجه بحريني ليس وليد اللحظة وإنما ترسخت مبادئه ضمن تسلسل الميثاق والدستور برؤية جلالة الملك المعظم وبذلك ازدادت مساهمات مملكة البحرين في المجالين الخيري والإنساني وهو ما انتضح جليا في العديد من الأزمات وآخرها الزلزال المدمر الذي ضرب الشقيقتين سوريا وتركيا فهبت البحرين للنجدة وأكدت على تضامنها الإنساني مع الأشقة وإيمانا بأهمية التعايش السلمي وتعزيز القيم الإنسانية الجامعة حرصت جلالة الملك المعظم على دعم السلام العالمي والتعايش السلمي عبر تبني العديد من المبادرة وتشجيع التقارب بين أتباع الأديان ولعل زيارة باب الفاتيكان إلى مملكة البحرين بدعوة من جلالته أيده الله أوضحت بأن الدورة البحرينية في تعزيز القيم الإنسانية هو دور عالمي لم يقتصر على نطاق جغرافي محدد بل للعالم أجمع وهي الرسالة التي صاغها جلالة الملك المعظم في إعلان مملكة البحرين دعم العمل الإنساني ولأهميته في خدمة البشرية جمعاء جاء واضحا في الرؤية الملكية عبر تأسيس جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في عام 2009 حيث تمنح كل سنتين لشخصية أو مؤسسة يتم اختيارها عبر سلسلة من الإجراءات الدقيقة والمحكمة من قبل فريق من الخبراء لتكون هذه الجائزة محفزة في المقام الأول على خدمة الإنسانية ومؤكدة على أن مملكة البحرين بقيادة العاهل المعظم حريصة كل الحرص على ما يخدم البشرية جمعاء دون تفريق ومن منطلقات إنسانية بحتة ترجمة نانسي قنقر